بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس أركان هيئة الحجد الشعبي عبدالعزيز المحمداوي التحركات الأخيرة للحجد في كاركوك وغربية نينوى وصولا إلى الحدود العراقية السورية الجانبان بحث أيضا النقاط الحدودية وسيطرة المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمرقة إضافة إلى حركة تبديل القطعات ضمن قواطع مسؤولية الحجد بهدف تعزيز وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب هذا وأكد اللقاء رفض جميع الأعمال التخريبية وضرورة العمل على منع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود